السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة بازن الله في يوميات دودو هنعمل معاكم الرز بلبن. واول حاجة ان شاء الله هنستعملها الرز. الرز المجي اللي معي ان شاء الله دوت ربعمية جرام. انا هستخدم مجين. ادي اول مجر وبعمية جرام. والتاني عليه. كده معي تمنمية جرام رز. ومعينا اربعة كيلو لبن بلدي. ومعينا كيلو سكر. السكر هنضيفه حسب الرغبة يا جماعة. عايزينهم سكر بتزاودي السكر فانا هضيف السكر بالتدريج. ومعينا ميتين جرام. كريم جونتي بدون سكر. ومعينا اربع كياس فانيليا. ومعينا ميت جرام نيشا. هنخسل الرز ونحطه على النار مع بعض. حين عندنا الرز بعد ما غسلنيه هنزل عليه بمجين مياه. مياه ملحنفية. ادي واحد. واضي الماكة التانية. عالي النار على الرز. يتشرب ميته. انا مغطيها يتشرب ميته. بس هبقى وقفة جنبي منه. عشان ما يتلساش. هنا الرز معينا بعد ما تشرب. هبدأ انزل باللبن. هدي مج. هين. ثلاثة. اربعة. مجات لبن. وهنا الاربع مجات لبن. وهنا الاربع مجات لبن بعد ما حطتهم بعد ما تشرب اللبن. حطيت تلات مجات لبن تاني. وهوطي عليه برضو. وهغطيه. يتشربه. هنا معي مج لبن من اللبن اللي انا وزناه من الاول. وهدوب فيه الكريم جنتيه. هنا معي مج اللبن وضفت عليه الكريم جنتيه. هدوبه فيه. هدوبه فيه. هدوب حبة حبة واقلبهم. جزء من اللبن معي اهو. وهوحط جزء من الكريم جنتيه. هنا حطيت جزء من الكريم جنتيه. مدوبهم في اللبن. وحطيت كوباية لبن او كوباية ومس تقريبا. وعلى نار هادية بسيبه ويستوي. كمية الباقية دوبتها طبعا في جزء من اللبن اللي اللي معي. ونزلت بيها كمية الباقية من الكريم جنتيه. كل شوية هفتح على الرز واقلبه. هدله تقليبة كده عشان ما يلزقش معي. لانه كل ما بيشرب اللبن كل ما بيتقل. انا حطيت زرفين فانيليا وهنزل بالزرفين الثانيين. كده معينا اربع ازرف حطناهم. اضيف السكر بالتدريج. انا هحط حبة واقلب. واشوفوا محتاج تاني ولا لأ. هنا عندي كمية الرز اهدت كيلو سكر. طبعا احنا لسه مضفناش النشا. اخر حاجة النشا. اللبن اللي اتبقى مني انا دوبت فيه النشا. اللي هما الميت جرام نشا. ادي بقية النشا. اول ما حطت النشا بقى قعد اقلب على طول ما وقفش ايدي بالمعلقة. هفضل اقلب. لاني هو هيتقل معي النشا. عشان يستوي كويس وما عملش تكتلات. لازم تقليبي على طول. لازم ورا بعد كده الحاد. ما خلاص انت هتلاقي الكوام بتاعه تقل شوية. هو ده القوام اللي احنا عايزينه. وهنا الروز خلاص كان استقل. ده القوام اللي احنا عايزينه. هحطه بقى في البولات. وده كان الشكل النهائي معينا. انا حطيت على وش وقرفة. انت ممكن تحطي مكسرات اي حاجة حسب الرابع. وبقى الفانه وشفاه على قلوبكم.